عملية عسكرية واسعة بدأها الجيش الوطني باتجاه مديرية عبس في محافظة حجة العملية التي بدأت فجر الخميس وصفت بأنها مباغتة وشملت مناطق تتوزع في المثلث الذي يضم مديريات حرض ومستبى وعبس الهدف الرئيس لهذه العملية العسكرية وفقا لمصدر في الجيش الوطني يتمثل في استعادة مديرية عبس حيث تمكن حتى الآن من تطهير مساحات واسعة بأولى مناطق المديرية المحاذية لمديرية حيران من الناحية الجنوبية وبالأخص القرى الواقعة في عزلة بني حسن وأهمها قرى الطواهر والأباكرة والخادمة وبني الأكوع وصولا إلى قرية بني كديش والسيطرة على الخط الأسفلتي وبحسب المصدر العسكري فإن العملية العسكرية أسفرت عن استعادة منطقتين شليلة والحصنين في مديرية حرض والتقدم في كل من المقاطع وجبل الشعار بمديرية مستبأ وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا العملية باغتت مقاتلية الميليشيا الأمر الذي تسبب في فقدانهم كميات كبيرة من المعدات العسكرية والذخائر المتنوعة التي خلفوها في مواقع القتال وباتت الآن في حوزة الجيش الوطني إلى جانب الخسائر البشرية التي تكبذتها الميليشيا خلال هذه المعارك تم الاستيلاء على هذه المعدات التي كانت بيد الحوذي والتي كانت منهوبة من الجيش الوطني السابق الحكومة اليمنية لكن بفضل الله تعالى تم إعادتها وإرجاعها والآن نرجدها إلى صدورهم وأفادت مصادر محلية أن المعارك اضطرت سكان قرية الخادمة إلى البقاء داخل منازلهم حيث لم يتمكنوا من مغادرتها في حين قامت الميليشيا بتفجير مبنى أحد الفنادق الواقع إلى الشرق من قرية المنجورة قبل انسحابها وفرارها منه بحسب هذه المصادر وقد خلفت الانتصارات السريعة التي حققها الجيش الوطني في الطواهر الأباكرة والخادمة التابعة لمديرية عبس ارتياحا باديا في وجه الناس الذين رحب بعضهم كهذا الرجل بالإنجازات العسكرية وبتأثيرها الإيجابي على حياة الناس في هذه المناطق تنظي المعارك في هذا السهل الساحلي الواقع إلى الغرب من محافظة حجة ببطء شديد على الرغم من الأهمية الكبيرة لاستعادة هذا السهل الذي تمر عبره طرق رئيسية تصل اليمن بالعالم وتربط بين المرافق الحيوية الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومعظم المحافظات الشمالية الغربية للبلاد اشتركوا في القناة